أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام ضمن حلقة موضوع اليوم ونناقش ضمن المحور الثاني زيارة الرئيس الروسي بلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية وتوقيع الاتفاقية شراك الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إذن وقع الرئيس الروسي بلاديمير بوتين وزعيم الكوري شمالي كيم جونغ أون اتفاقية التعاون الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تنص على تقديم المساعدة في حال تعرض أحد الطرفين لعدوان وسط مخاوف غربية التي أبدت توجسها من التقارب المتسارع بين موسكو وبيونج يونغ وللحديث حول هذا الموضوع يسعدني أن ينضم إلينا من موسكو ديمتري بريجا باحث ومدير الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ومن برلين ينضم إلينا عبد الرحمن عمار كاتب مهتم بالشؤون الأوروبية أهلا بكم ضيفية الكريمين أبدأ معك الأستاذ ديمتري بريجا الباحث ومدير الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية برأيك ما قراءتكم في توقيت زيارة بوتين لكوريا الشمالية في ظل ظروف إقليمية ودولية توصف بالمعقدة تحياتي لكم لسيادة المشاهدين ولدفن الكريم أعتقد هذا التوقيت نعم هو مهم هناك تنافس بين روسيا والغرب هناك تنافس على أن يكون لروسيا دور في المنطقة في آسيا في ألطارة الأفريقية هذه الاتمامات الآن مهمة للسياسة الخارجية الروسية وفق استراتيجية جديدة للوزاة الخارجية الروسية فهو تقرب نحو الشرق وهذه الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية بداية للتعاون الدفاع المشترك ملف التعليم ملف الثقافي تبادل الثقافي تبادل الخبرات العسكرية ملف حتى تبادل الخبرات بين الشركات الكبرى الروسية والشركات في كوريا الشمالية نعرف بأن شركات كروستيخ وياندكس وغيرا من الشركات الكبرى الروسية تعمل في كثير من المشاريع الكبرى مثلا روسستيخ تطور المسيارات وتطور تقنيات حديثة المتعلقة بالقواء العسكرية الروسية وهذا الشيء الآن مهم لما تسميه روسيا بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وأيضا يعني الآن هناك تهديدات كوريا الشمالية محاصرة في الأساس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فهذا التعاون يساعد من جهة روسيا التي أيضا محاصرة وطم فرط عليها عقوبات من قبل دولة اتحاد الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية التي أيضا لديها نفس المصالح وهناك رؤية مشتركة بين الطرفين هذه رؤية متعلقة بالمخاطر والتهديدات من قبل الدول الغربية والرؤية المشتركة في السياسة والمشاريع المستقبلية بين الطرفين حتى فيما يتعلق بمسألة الردع المشترك في حال التعرض أحد الطرفين لعدوان سنعود لهذه النقطة معك أستاذ ديمتري أتحول إليك عبد الرحمن عمار الغرب يراقب عن كتب فمجريات الزيارة ونتائج التي سوف تتمخذ عنها خصوصا على السعيد تعزيز التعاون العسكري بين موسكو وبيونج يونج لماذا يتخوف الغرب برأيك؟ يتخوفون أنس لأن المعركة في أوكرانيا إلى حدود الآن الكل يعرف أن روسيا استعانت كثيرا بكوريا الشمالية وبأسلحتها ثواريخ الباليستية حتى أن بوتين شكر كيم على دعمه العسكري والحديث عن المساعدة البعض عندما تتعرض الدولة روسيا أو كوريا الشمالية ربما لضربات خارجية أو تكون هناك تهديدة خارجية أن تكون هناك تعاون يعني أن سيتم مأسسة هذا التعاون العسكري حتى يستطيع للروس ضمان دعم عسكري متواصل هناك نقص في الذخرة وتحتاج إلى ذلك مسألة ثانية تؤرق الأوروبيين أنس هو أن بوتين من خلال هذه الصداقات وهذه الشراكات يحاول أن يخرج من ما يصفه الأوروبيون العزلة التي حاولوا أن يضعوا فيها الرئيس الروسي وأن يتحرك في حد ذاته دليل على أنه يخرج من هذا الحصار ويمكن أن يتحرك بأريحية في العالم ولديه أصدقاء وحلفاء وشركاء مسألة ثالثة تؤرق الأوروبيين كذلك وأن لبوتين ولروسيا حق النقض البيتو في مجلس الأمن صحيح أنه في الماضي صادق على كل العقوبات الاقتصادية التي سنها الغرب من داخل مجلس الأمن ديتا كوريا الشمالية وهذا سيتغير مستقبلا والتخوف أيضا قائم فيما يخص ربما تعاون رحمن فروسيا بدورها كانت قد صادقت على العقوبات ضد بيونج يونج بشأن برنامجها النووي وهذا كان في عام 2006 ما الذي تغير الآن هل المسؤول بشكل واضح هو فشل السياسة الغربية تجاه روسيا وبالتالي خسارة شريك استراتيجي كانت بالنسبة لأوروبا من الصعب جدا من وجهة أوروبيا القول بأنها خسارة شريك لأن الأوروبيين ناس يحملون بوتين مسؤولية خسارة هذه الشركة والسردية الغربية تقول بأن بوتين اغتصب الأراضي الأوكرانية وحاول أن يفرض الأمر الواقع هناك وفعل ذات الشيء في شبه جزيرة القرم يعني أن ليس الأوروبيين من بدأوا هذه الحرب بل هي حرب روسيا على أوكرانيا وبالنسبة لروسيا طبعا الخطوات التي تقوم بها ستلجأ إلى كل الأوراق التي يمكن بها أن تزعج الغرب وأهم هذه الأوراق توثيق التعاون العسكري تحديدا والاقتصادي وحتى في مجال الطاقة مع أعداء الغرب حتى أن الغرب صاروا يتحدثون عن محور الشر ويقصدون بذلك بوتين وأيضا كيم وقادة آخرين لدول أخرى هي معادية للغرب سأعطي المجال لأستاذ ديمتري كي يرد أستاذ ديمتري العودة إلى بيونغ جونغ بعد مروري 24 عاما على آخر زيارة لبوتين إلى كوريا الشمالية وعلى خلفية المواجهة المتفاقمة حاليا مع الغرب هل تعكس برأيك توجه الكريملين إلى تحديد خيارات على صعيد التحالفات القائمة في كل المجالات سواء الخارجية والعسكرية نعم أعتقد ذلك الآن الطريق الذي بدأته تسلكه روسيا وطريق مختلف يعني عودة إلى التاريخ في الثمانينات في حقبة جورباتشوف كانت الاتحالة السويتي بين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تقرب مع الولايات المتحدة في التسعينات بوريس يلسين عمل على نفس الطريق وحتى في جزء من حقبة بلاديمير بوتين ودميتري مدويدف كان نفس الشيء في 2008-2009 أنا ذكر كيف كانت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في حقبة دميتري مدويدف تغيرت الأمور بعدها بداية من عام 2014 عندما بدأ التغييرات في أوكرانيا ما يسميه روسيا الانقلاب أو ما يسموه في أوروبا ييفروميتان والتي تغيرت في الققمة في أوكرانيا وبدأت اتفاقية مينسك ولم تستطيع أوكرانيا حل مشكلة مع المتمردين وعلى 2022 بدأت ما تسميه روسيا بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي غيرت من مفهوم السياسة الروسية التي غيرت من حتى العلاقات الدولية نفسها يعني فرض العقوبات على روسيا هو من قبل الولايات المتحدة الامريكية هو تدمير لما يسميه نفسه نفسه الولايات المتحدة الامريكية برئيس المالية ومفهوم السوق الحر وغير من الأشياء يعني فرض العقوبات على الشركات الخاصة الروسية عدم السماح للروس بفتح حسابات بنكية إغلاق السوفت إغلاق عدم تمكين البنوك الروسي في التعاملات المالية هو في الأساس معاقبة للشعب الروسي بدلا من معاقبة الحكومة الروسية كما تدعي الولايات المتحدة الامريكية الآن العالم منقسم العالم يتغير هناك عالم ذاهب إما إلى حرب شاملة واسعة النطاق بسبب ما يحدث للانقسامات التي نراها وذلك نذكر في التاريخ قبل الحرب العالمية ثاني كان أيضا هناك انقسام دولي بين التحالف والتحالف الآن روسيا تعمل على التحالف موازن للتحالف الغربين كان عبر بريكس المنظمة التعاون في مجال الاقتصادي ومنظمة شنغالية التعاون ومن غير من المنظمات التي لدى روسيا دور فعال فيها أعتقد العالم الآن ذاهب مزيد من المقسام الآن قبيل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الامريكية هذه الاتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين كوريا الشمالية وروسيا هي أيضا رسالة للولايات المتحدة الامريكية والغرب من قبل الرئيس الروسي فلاديمير كوتين وروسيا بأن لئة الغرب أن يفهم بأن روسيا الذاهبة بعيدا نحو تهديداتها لأن كوريا الشمالية أيضا هو ملفها ملفها المنطقة هذه المنطقة التي أيضا للولايات المتحدة الامريكية مصالح فيها وأيضا تهديد لئة المصالح الأمريكية هو أيضا رسالة واضحة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير كوتين بأن التهديدات التي بدأت من قبل الرئيس الفرنسي مونويل مكرو والدول الغربية والسماح لأوكراني باستهداف العمق الروسي قد تذهب روسيا أيضا بعيدا في تهديداته وفي شراكاته مع الدول التي تراها روسيا مناسبة والتي أيضا وكان رئيس بوتين سيد ديمتري كان رئيس بوتين قد قال بأن العقيدة النووية الروسية هي عقيدة حية وبأن الروس سوف يتعاملون بمنطق خطوة خطوة فيما يتعلق بالردع النووي أتحول أستاذ عبد الرحمن فبرأيك عبد الرحمن هل مجريات الحرب الروسية الأوكرانية الآن على الأرض وفي ظلهته التطورات هل الوضع يسير فعلا لصالح الاستراتيجية التي بناها الغرب ضد روسيا من حصار من عقوبات هل هذا كله نجح كي يجتمعوا الآن في سويسرا ويتوافقوا على وجوب وجود حل لهذه الأزمة برأيك أكيد الاستراتيجية الروسية لم تنجح ولكن أسأل عن الاستراتيجية الغربية الآن طاولة المفاوضات والخروج من المناطق الشرق أوكرانيا حتى أن كييف تذهب أكثر من ذلك وتطالب حتى باستعادة جزيرة القرم الأوروبيون تكبدوا خسائر كثيرة على المستوى الاقتصادي مسألة الطاقة نورتستريوم واحد واثنان التضخم الاقتصادي لكن هم الأوروبيون يتحدثون عن المستقبل يقولون إذا تركنا بوتين يربح في هذه المعركة فإننا سنؤدي ضريبة كبيرة في المستقبل ومن جهة أخرى حتى روسيا إلى حدود الآن لم تنجح استراتيجيتها لأنها كانت منذ البداية تتحدث عن عملية ربما ستدوم لأسابيع قليلة وستحسم الأمر الواقع الآن لا تزال المعركة مفتوحة والمخاوف أن الميدانية الميدانية الآن الغلبة للقوات الروسية فكان هناك تأخر كبير لدعم القوات الأوكرانية وذلك كان بشهادة واشنطن فالميدانة الآن حاليا على الأراضي هناك تقدم كبير للقوات الروسية فيما يتعلق بالنقطة الثانية صحيح لكن المعركة لم تحسن بعد نعم نعم صحيح هناك أيضا فيما يتعلق بمسألة الانضمام أوكرانيا إلى الناتو فالرئيس بوتين قال بأنه هناك نقطتين فيما يتعلق بالمجال الجغرافي وفيما يتعلق بمسألة الانضمام أوكرانيا إلى الناتو هل تتذكر بأنه عند سقوط حلف وارسو كان هناك توقيع الاتفاقية في التسعينيات بأنه على حلف الناتو ألا يتمدد إلى باقي الدول فكانت بولونيا وكانت رومانيا وكانت دول عديدة التي انضمت إلى الناتو إلى حدود الأوكرانية التي الآن يصير الصراع عليها برأيك هل الناتو تمدد لأكثر من حدوده بشكل يعني رجوعا إلى الوثيقة التي كانت موقعة في تسعينيات القرن الماضي هنا من الصعب التبرير الآن قرارات اتخذها الناتو الآن نحن أمام الأمر الواقع هناك حرب من مبرراتها بأن كانت هناك وعود لأوكرانيا بدخول حلف الناتو وحلف الناتو متمسك بوعود ضم أوكرانيا بل حتى ضم دول الأخرى كسويت كفنلندا يعني سيواصل تمدده ولكن السردية الأوروبية تقول أن الخطر قادم من روسيا يعني لم نتمدد شرقا فقط لأننا نريد أن نكون قوة عسكرية من أجل تباهي بذلك لأن موسكو التي تدفعنا لاتخاذ هذه القرارات وتعطي أمثلة بأن روسيا تهدد أمن الكثير من الدول كأوكرانيا ألم تدخل إلى شبه جزيرة القرم واستولت عليها نفس الشيء ربما والسيناريو قد يتكرر في دول أخرى في شرق أوروبا بل أن التهديدات تطال حتى دولا في الداخل الأوروبي بولونيا تتحدث عن نشر صواريخ برؤوس نووية روسية عند حليفتها بلا روسيا عبد الرحمن برأيك هل نحن أمام مواجهة نووية قريبا هو صعب جدا أن تكون هناك مواجهة نووية لأن الطرفان يقولان الأسلحة نووية هي للرادع إذا استعملها هذا الطرف ربما يرد الطرف الآخر والكل يعرف أن أسلحة نووية تعني خسارة الجميع سأتحول إلى السيناريو مستمع جدا عبد الرحمن سأتحول إلى ديمتري كي يجيب من جانبه أستاذ ديمتري هل نحن أمام كل ما ذكر بشأن العقيدة النووية الروسية هل نحن أمام مواجهة مرتقبة ربما لمواجهة نووية بين الطرفين يعني دعني فقط أذكر شي معه عندما بدأت ما تسمي روسيا بالعملية العسكرية الخاصة في أوكراني عام 2012 كثير من الخبراء والمحللين سيستوقعوا بأن لن تذهب روسيا بقوة العسكرية في العمق الأوكراني ولكن حدث ذلك كل الفرضيات مفتوحة لكن طبعا الآن السياسة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية ستقرر كثير الانتخابات في دول الاتحاد الأوروبي التي رأينا فيه المتطرف زادت شعبيته في دول كالمانيا وفرنسا وإيطاليا وغير من الدول بشكل أساس في دول الاتحاد الأوروبي أيضا مؤشرات تؤكد بين السياسة الأوروبية والقادة الأوروبيون فشلوا في سياساتهم بخصوص الملف الروسي المفاوضات إذا تحدثت عن المفاوضات هناك عدد سيناريو هذه المفاوضات السيناريوات التالية المفاوضات إذا حدث تجب أن تكون في دولة حيادية بين روسيا وأوكرانيا دول الشرق دول الخليش مثل الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية وحتى تركيا يمكن أن تلعب دورا مهمة في المفاوضات ثانيا المفاوضات يمكن أن لا تكون مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي لأن روسيا تعتبره رئيس غير شرع بسبب أن الدستور الأوكراني يعتبر ذلك أنه لا يتحدث هناك انتخابات رئاسية فيها داخل الأوكراني وهناك قسامات حتى أقرب يعني مستشاري الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بدأ ينتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي حيال ملفات الفساد وحيال سياساته ويتحدث عن المفاوضات ويتحدث بأن يجب حل مشكلة المقاطعات الأربع وعدم ذهاب بحرب مباشرة مع روسيا وثالثا أيضا مجيء دونالد ترامب إذا ما ربح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تتغير السياسات الأمريكية وفي الأساس الصراع الروسي الأوكراني لا يضعف الولايات المتحدة الأمريكية بل تضعف به بسببه دول الاتحاد الأوروبي هناك مشكلة كبيرة قد تعاني منها دول الاتحاد الأوروبي بسبب أيضا ملفات منطقة الشرق الأوسط أولا ثانيا الملف الأوكراني وثالثا زيادة شعبية اليمين المتطرف في عدد الدول وهذا الشيء قد يسبب بتغيير سياسات الاتحاد الأوروبي اتجاهها روسيا وحتى رأينا مؤشرات بأن الغاز الروسي المسال بدأ ازداد طلبه في دول الاتحاد الأوروبي مقابل الولايات المتحدة الأمريكية وهذا يدل بأن في نهاية الأمر قد يتم تغيير الموقف الأوروبي لأن استمرار الصراع لن يفيد أي أحد والهجوم المضاد الأوكراني الذي تحدث عنه الرئيس الأوكراني فلاديمير زينيسكي مرارا والذكرار يمنجح الأوكراني لن تستطيع استرجاع الأراضي باستعمال الصراع فقط بالطرق الدبلوماسية والمفاوضات وإجاد حلول دبلوماسية مع الطرف الروسي حيال هذه المناطق أو حيال يعني أن يكون هناك عودة طبيعية تدريجية للعلاقات بين روسيا وأوكرانيا وأيضا روسيا في المستقبل القريب قد تذهب أيضا بمفاوضات مع الغرب الولايات المتحدة من الكوالاتحاد الأوروبي حيال ببطء أن يتم إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي لأن في نهاية الأمر هذا هو الحل الوحيد لعودة اقتصاد الدول كما كان عليه في السابق سأختم بهذه الكلمة أستاذ ديمتري والاقتصاد الدول سوف ينهار نعم أتوقف عند هذه الكلمة وكل ما يتعلق بأن المواجهة العسكرية لم تأتي ثمارها كما رسم لها الذين خاطوا استراتيجية الاستراتيجية العسكرية لتحقيق مكاسب أستاذ عبد الرحمن عمار هل فعلا المقاربة العسكرية الغربية والدعم الأوكراني أتى أكله ونجح في جني ثمار إضعاف روسيا أم أن الأمر فعلا يستحق أن يبحث بشكل تاني من جانب الحلول الدبلوماسية ورفع العقوبة والحوار نسبيا نجح لكن لم ينجح بطريقة التي كان يتمنى تسيلينسكي نجح لأنه تم إلحاق الكثير من الأضرار البشرية والمادية بالروس وأيضا كانت هناك عمليات حتى داخل روسيا وبسبب هذه الحرب تكبد أيضا الاقتصاد الروسي خسائر كبيرة حتى أن كانت هناك اضطرابات في الداخل الروسي مدى عن الآن عبد الرحمن باختصار لا سبحت مدى عن الآن كيف ترى الآن الغرب الاستراتيجية الغربية لم تنجح لأن هناك بطء وصول العتاد لأوكرانيا هناك قسامات داخل الاتحاد الأوروبي لكن الحرب لا تزال مفتوحة شكرا جزيلا لك عبد الرحمن عمار الكاتب والمهتم بالشؤون الأوروبية وشكرا موصول أيضا لديميتري بريوجا الباحث والمدير الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية كنت معنا من موسكو شكرا جزيلا لكم ضيفي كريمين على تلبية الدعوة كما أشكركم مشاهدنا الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء